إذا انقطع الامداد انقطع الوداد طالما أنت لا تستجيب لهم لا تطاوعهم لا تعطيهم لا تضحي من أجلهم هم سيتركونك ولذلك العلاقات اللي من هذا النوع هي علاقات مثل الوردة الصناعية شكلها جميل لا رائحة لها تدوم نعم تدوم وردة صناعية ما تخرب طالما أنك تعطيه طالما أنك أنت للضحي لن يتغير عليك لأنك أنت بالنسبة له مصدر استفادة فعلى مستوى التضحية يجب أن نعرف أنا أضحي لمن لماذا؟ لأن من القواعد المهمة جدا إذا لم يكن لديك هدف في الحياة فأنت تسعى لأهداف غيرك إذا لم يكن لديك هدف في الحياة فإنك تسعى لأهداف غيرك إذا لم يكن لديك هدف في علاقتك في أسرتك ما في هدف فأنت تسعى لتحقيق أهداف الآخرين في علاقاتهم أنت قاعد تبذل جهدك ووقتك وحياتك وتفكيرك ومالك في المكان الخطأ إذا عن مستوى التضحية مستوى الطاعة مستوى الإرضاء على مستوى الوقت المبذول طبعاً على مستوى الإرضاء يعني نعيش في حياة يمكن أن نسميها الإنسان المثبت الإنسان المثبت إيش معنى الإنسان المثبت؟ أصبحنا نعيش ونحن نريد في كل لحظة أن نثبت للآخرين أنا ألبس ماركة عشان أثبتلك أنا أرميلي كلمتين إنجليزي عشان أثبتلك أنا أغير من شكلي أزرع شعري أنفخ ألون أصبغ أسوي علشان أثبتلك أحياناً أخذ الدكتوراه علشان أثبتلهم منهم ما أدري فأصبح الإنسان يريد أن يثبت يتوظف جديداً فتصبح حياته في العمل يريد أن يثبت لزميلة ولمديرة ولمدير مديرة وللوزير الذي لا يعرفه ويصبح هو يعيش هذه الحالة من حالة الإثبات التي لا يستطيع أن يحصل عليها أبداً لأن حالة الإثبات هي مثل الإنسان الذي يكون شخصية من الشخصية المثبتة التي تحاول أنها تكون مثبتة هي مثل تمثال الشمع مجرد ما تأتيها شمس الحقائق يتموع وتذوب مجرد ما لا يهتم به أحد فإن أي نظرة ازدراء يمكن لها أن تكسره إذن حالة الإرضاء لا يستحقها كل أحد الوقت المبذول لا يستحقه كل أحد لأنه مورد مورد إذا أنت صرفته لمن لا يستحق سيكون على حساب من يستحق هذا المورد كيف أنت توازن به على مستوى الاهتمامات مثلا على المستوى الاهتمام كيف أنك تهتم بالآخرين هذا الاستنزاف من المشاعر يجعل الإنسان الطيب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله لأن الذي كويس في البيت بيت أهله إذا خرج خارج بالضرورة يكون كويس لكن الذي كويس بره ليس بالضرورة أنه إنسان راقي داخل بيته ليش؟ لأنه نزف في الخارج وأراد أن يرتاح في الداخل لأنه بذل وأعطى في الخارج فأراد أن يأخذ في الداخل لأنه أزاح في الخارج وأراد أن يزيح في الداخل ولذلك تجد أن بعض الناس اللي شخصياتهم لطيفة ورائعة وحبوبة وكريمة وطيبة في الخارج يكون إنسان تكثر شكوى زوجته أو زوجها منها وأبناؤها وأبناؤه منه لأن كل هذه المشاعر تم صرفها على من لا يستحق أو على من يستحق لكن في رتبة أقل من رتبة أبناءه الله يا جماعة الإنسان يذهب أحياناً لأبو فيه أو كفي أو أي مكان لمجرد لمجرد أن هذا الكفي يعرفه بس يعرف وزنية سكرة أن أول ما يشوف يقول هالأبو بدر ويعطيه وزنية سكر بس وزنية سكرة يعرف أنه إذا طلبتنا شاهي نحط لي معه نعناع يعرف أنه يبغى السكر بره هذا الشعور بالاهتمام يجعلني يجعلني أذهب إلى المكان الأبعد من أجل هذه اللحظة من الاهتمام وأبذل مال أكثر من أجل هذه اللحظة من الاهتمام ويجعلني أروح وأبذل جهد أكثر في الزحمة علشان هذه اللحظة من الاهتمام فكيف بمن يعيش مع إنسان يعطيه الاهتمام لعمر كله هناك أناس فعلاً القرب منهم هو فردوس أرضي سره في الحياة أنه يشعرك بالأهمية سره في الحياة أن يشعرك في الأهمية طيب كيف تشعر الناس بالأهمية الخلطة بسيطة في وصفها صعبة في تطبيقها تقول الوصفة إذا أردت أن تأسر القلوب فعليك أن تهتم بما يهتم به من تهتم به نقطة إذا أردت أن تأسر قلباً فعليك أن تهتم بما يهتم به من تهتم به أنت من تهتم به؟ بأبيك؟ بأمك؟ بأبنائك؟ بأصدقائك؟ هم ماذا يهتمون به؟ اهتم بهذا الاهتمام مجرد اهتمامك بهذا الاهتمام يجعلهم يتمنون لقياك يا أبا عمير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الطفل لأخه أنس رضي الله عنه ما ولد صغير عند طير ومات مات الطير عند الصغير لعبة عند الصغير تموت معناها الحياة واظلمت في عينيه فمات هذا الطير فكلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير النغير الطير وصار على طيرك فيبدأ يفضفضل الطير صار لكذا وصار لكذا طيب شوف هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير إشعار بالأهمية يا أبا عمير ما قال يا ولد يا أبا عمير إشعار بالأهمية وحديث عن الاهتمامات يا أبا عمير ما فعل النغير في وحدة صحفية أمريكية اسمها دورثي ديكسي عملت مقابلة مع شخص مسجون في أمريكا تهمته أنه تزوج 133 امرأة أو 134 امرأة فقالت له أنت كيف استطعت أن تخدع 133 أو 134 امرأة قال ستوب سؤالك غلط قال كيف أسأل قال سأليني كيف استطعت أن تقنع 133 امرأة بالزواج فقالت له كيف استطعت أن تقنع 133 امرأة بالزواج قال كنت إذا التقيت بها أحدثها عن نفسي ولا نفسها عن نفسها أحدثها عن نفسها يخطئ كثير من الناس في إنشاء العلاقة في أن يستعرض عضلاته ويبدأ يتحدث عن نفسه وعن منجزاته حتى ينال الإعجاب ومن يحصد الإعجاب ومن يزرع الإعجاب لا يحصد الحب قد يعجب الإنسان بمن يكره قد يعجب الإنسان بعدوه قد تأتي إمرأة مع صديقتها لشلة جديدة هي تريد أن تعرفهم على شلة جديدة هي تريد أن تكون علاقة مع هذه الشلة لكن وعيها في فهم العلاقات خاطئ أرادت أن تدخل مع بوابة الإعجاب فلبست أحسن ملابسة وأحسن شنطة وأحسن مار وأحسن ساعة وأحسن قصة وأحسن مدري إيش فأصبحت الأحسنات فذهبت إلى الشلة ودخلت إلى الشلة فأصبحت مشاعر الفتيات داخل الشلة تجاه أنفسهن بالنقصان والناس يكرهون لا ما ينقصك يكرهون ما ينقصهم فأعجبوا بها وكرهوها الله يأخذها شعرها حلو هذا المشاعر الذي يريد أن يكون علاقات من خلال الإعجاب لن يستطع أن يكون علاقة العلاقة مبناها الأول بذرتها الأولى التي تسقيها الحب والحب له فلسفة إن كان في وقت تكلمنا عنه إن شاء الله بإذن الله تعالى طيب تأذن لي سيد يرسل من باب أول شيء تشغيب عليك سامحني الله يزيك خير الآن كثير من المعاني التي ذكرتها قبل قليل في حقوق العلاقة أو هذه الأدوات التي ذكرتها من قضية الإرضاء والمبادر ومحمد ذلك في جزء كبير منها مصطلحات شرعية كالإيثار وتقديم الناس على النفس إلى آخره كيف وازن بين المفهوم الشرعي اللي شريعة أصلا تدعو له وفي نفس الوقت ما أقع فيه السوء اللي أنت ذكرته من استغلال بعض الناس حق هذا النوع من المبادرات بهذا النوع من العطاة لا ضرور الإضرار الإثار لأن بعض الناس بس سامحني أستاذنا بعض الناس اللي يسمع الآن قد يغل يعني ما بكل الناس عنده قدرة على التمييز ما بين الأمرين يعني ممكن يقول لك يا أخي خلاص بلاش كل علاقة تأدي به إلى الذبول فمع السلامة ونعيش بنفسي وهذا خطاب موجود وساد نعم شون أوازن ما بين الغاية الشرعية من التشجيع على هالنوع من الأخلاق وفي نفس الوقت أني ما أصل إلى السوء فيها ممتاز الله شكرا على استدراك عمر رضي الله عنه يقول اعتزل ما يؤذيك فاستبدل الإنسان المعاصر الماء إلى من استبدل ما إلى من وأصبحت اعتزل من يؤذيك طيب إذا أنا اعتزلت من يؤذيني من العلاقات العامة من الناس هذا الاعتزال عن من يؤذيني يرهف جلدي للصبر على العلاقات الحقيقية التي ربما تؤذيني طلبات والدي طلبات والدتي البر ليس مفروشا بالورود يا جماعة حسن الخلق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة أتدرون من أقربكم مني منزلا فيسكت الصحابة أكيد أبو بكر وعمر إحنا مين عند أبو بكر وعمر فيسكت الصحابة فيرد نبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من أقربكم مني منزلا يوم القيامة فيسكت فيردها ثالثة فلم يتكلموا فقال أحاسنكم أخلاقة هذا حسن الخلق العظيم في الشريعة وفي الميزان يحتاج لهذا النوع من الصبر على الآخرين نجي مثلاً مفهوم الإيثار الإيثار لا يصح إلا بستة شروط لا يصح وإلا هو من قصه وذمه في حق الإنسان فليس على إطلاقه الإيثار الكرم ليس على إطلاقه بدل الوقت ليس على إطلاقه الصفح الصفح ليس على إطلاقه الله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله يقول الشيخ بن عثمين رحمة الله عليه أما من يعفو ولم يصلح فليس أجره على الله عندما تعفو والعفو لاحظ أن قيمة عالية جداً لكنها مقيدة بالإصلاح عندما تعفو عن ظالم ظلمك أو أخطأ أو مطعم قصر في خدمته أو موظف أهمل إذا عفيت عنه فأنت تزرع فيه شجرة أخرى تضل الناس بالإهمال مرة أخرى لكني أعفو وأصلح بمعنى أني أخبره عن خطأه أقلل عقوبته يعني أجعله يتذوق مرارة هذا الخطأ حتى أحصل على العفو مع إصلاحه حتى لا يكرر مرة أخرى فالقيم لا بد أن تهذب القيم يا كرام تزرع ثم تهذب تزرع في الأطفال بإطلاقها فإذا كبرنا نهذبها بمعنى نجي للصدق مثلا نجي للطفل نقول الصدق خلق صادق خلق صادق خلق صادق خلق صادق الصدق ليس دائما صح فإن نقل الأسرار صدق والنميمة صدق والغيبة إذا كانت في حق هي صدق وإن لم تكن في حق فهي بهتان إذن أنا أخبر الطفل بالمبدأ ابتداءا أنه صدق فإذا كبرت شجرة الصدق بدأنا نهذب أغصانها وكذلك في مسألة القيم ومتى أقول لا ومتى أقول نعم ومتى أضحي ومتى أرضي الناس متى أستجيب متى أبذل هذه قيم عامة ممتازة على إطلاقها فإذا بدأت تنمو في شخصيتنا فهي تحتاج إلى نوع من التهذيب النوع الأخير من العلاقات هو العلاقات السطحية والعلاقات العميقة واسمعني بقلبك هل علاقتك مع أمك علاقة السطحية ولا عميقة هل علاقتك مع أبوك علاقة السطحية ولا عميقة هل علاقتك مع أخوانك علاقة السطحية ولا عميقة هل علاقتك مع أصدقائك علاقة السطحية ولا عميقة كل من لقيت إذا ذكرت له هل علاقتك مع أمك علاقة عميقة ولا سطحية كل من لقيت يقول علاقتي مع أمي عميقة وعلاقتي مع أبوي عميقة لا نستطيع أن نقول أنها عميقة أو سطحية إلا من خلال تعريف العميق وتعريف السطحي تعريف العلاقات السطحية وكل إنسان أدرى بعلاقته الآن تعريف العلاقات السطحية هي كل علاقة قائمة على جمع المعلومات والحقائق هذه علاقة سطحية إذا علاقتك مع أبوك من جاكم وش أخباركم أكلت الدواء من نسير عليك وش علومك عساك بخير هذه علاقة سطحية إذا علاقتك مع أبنائك أكلته شربته نمته لبسته درسته وين الشاحن هذه علاقة سطحية لنقائم على الحقائق وجمع المعلومات والأسئلة والاستجواب واللوم هذه علاقة سطحية ثم نستغرب ليش إذا ركبت معي أمي ورحت مشوار ساعة ونص ساكتين ما في أي عامل مشترك بيني وبين أمي نسوله أركب مع أبوي وأنا متوتر لماذا لا أستطيع أن أمسك يد والدي وأنا أمشي على الكرنيش فإذا يد أخوي إذا مسكت يد أخوي أخوك أخوي أخت وأخته أخو أخوه يمسكون يدين بعض يقول واحد مرة جرابت يقول الله لا يعافيك يقولي جرابت ورحت يقول يقول الله العظيم أني ما شفت البحر شاد يدي فكرتي يفك وفك يلتقط مؤشرات الرفض عشان يتغدأ قبل لا يتعشاه يقول أني ما تغدأ قبل لا يتعشاني يقول من يوم ما شفه صابعة تحرك أفك أفك هذه الجلود الجائعة هذه المشاعر تعبر عن أن علاقاتنا علاقات علاقات سطحية سألوا ذلك الرجل أعرابي قالوا من أقرب لك من تحب من أقرب أخوك أم صديقك أيهم أقرب فقال أخي إذا كان صديقي أخي إذا كان صديقي اسألي واحد كثير من الناس تقول لك تبغى تسافر مع أبوك ولا مع صديقي يقول مع صديقي طيب أنت تحب أكثر أبوك ولا صديقي لا أبوي طيب ليش ما تسافر معك أقرب ما ارتاح معه ما ترتاح مع أبوك لا ما ارتاح معه ما ارتاح مع أمي أختي ما ارتاح معها أخوي ما ارتاح معه أنت مين هم مين إيش المشكلة المشكلة أنها علاقات انبنت بطريقة خاطئة إحنا نشوف بعض التصرفات ولا نتعاطى معها مثل اللي يرفع السجاد ويدخل الوسخة جلكم الله ثم يعيد يقول الغرفة الغرفة نظيفة الغرفة مين بنظيفة المشاكل هنا اختبأت وليست اختفت وهذا الإشكال في كثير من العلاقات أنها علاقات سطحية لا نستطيع من خلالها أن نبني علاقات حقيقية مع الآخرين لا نستطيع أن نفضل لا نستطيع أن نستشير لا نتحمل اللوم لا نتحمل وجهات النظر ما نأخذ عفويتنا معهم ما نرتاح لا نخبرهم بأحلامنا ولا طموحاتنا فضلا عن مشاكلنا لأنها علاقات سطحية العلاقات علاقات سطحية طيب كيف تكون العلاقة عميقة أولا كيف أعمق علاقتي بوالدي بوالديتي بأخوتي بزوجتي بأبنائي العلاقات السطحية هي مبنية على الحقائق يعني أنا جالس جنب واحد في معرض الكتاب أتكلم لأن العلاقة السطحية لن أتكلم إلا عن الحقائق وهي الجو المكان المعرض الشكل اللون الراحة مما نتفق فيه أنا وهو في سياق واحد هذه علاقات على مستوى الحقائق طيب أبغى أعمق شوي أدخل على مستوى الآراء إذا بغيت أعمق علاقتي مع أبو محمد أقول له إيش رايك؟ المعرض هذا أفضل ولا اللي راح يبدأ يعطيني راية إذا أنا تفعلت مع راية تأييدا تعمقت العلاقة إذا رفضت راية ارتفعت العلاقة المستوى السطحي إذن أول مراحل تعميق العلاقة مع والدي إني أبدأ أسأل عن راية جماعة ما فيه شيء مثل مثل يصطاد قلوب الناس مثل الاستشارة مثل الاستشارة لما تبدأ تستشيره ترى الاستشارة معناها أثق بك أحبك أنت قريب أنت مصدر أمان أنت حكيم هي ليست هي ليست عبارة عارضة هكذا هي مسؤولية فلما تستشير أحد أنت تعمق العلاقة معه ولذلك أحيانا تأتي إلى مديرك وتطلب من الشيء فيرفض تستطيع أن تنهي العلاقة السطحية بهذه الطريقة لكن تستطيع أن تقول طيب ما عليش أترك النظام الآن أبأخذ رأيك إيش رأيك شا سوي في مثل حالتي أعيدك أن يغير جلسته أعيدك أن يغير خطابه معك أعيدك أن يكنيك بكونيتك لأن الألقاب تعمل حاجز رسمي بينك وبينك ما الذي حدث هي هو سر الاستشارة جرب أن تستشير والدك تستشير والدتك ليس بالضروة تأخذ بالرأي إذا لم يناسبك لكن هذا النوع من الاستشارة يضفي على حياتكما نوع من التشارك من التشارك يا كرام الغموض مزرعة الشيطان الغموض في العلاقات مزرعة الشيطان ما أدري وينك فيه ولا أنت وينك فيه ولا من تكلم ولا من أكلم ولا ظروفك المالية ما صارت علاقة ما صارت علاقة إذن على مستوى الأراء أعمق علاقتي معك على مستوى الأراء أعمقها أكثر على مستوى الاهتمامات لما أبدأ أهتم باهتماماتك طيب ممكن تقول ولدي اهتماماتك كورة أنا ما لي في اهتمامات الكورة لا بأس أدخل فيها متسائلا وليس معرفا يعني مو بلازم أنت تروح التابع الدوري علشان لا أدخل أسأله وتفاعل معك مع وجهة نظرة داخل هذا الاهتمام أدخل في اهتمامات والدك في اهتمامات والدتك وفر أدوات من اهتماماتهما يعني تحب مدري إيش يحجب لها أداة لتصلح هذا الاهتمام إذن الدخول في الاهتمامات يعمق العلاقة ويجعلها من سطحية لعميقة أيضا الحديث على مستوى المشاكل والطموح المشاكل والطموح يعمق العلاقة يا كرام أجمل علاقة في القرآن تفيض بالحب كذا تفيض بالحب علاقة يوسف ويعقوب عليهما السلام ترى بدأت برؤية الولد الولد يسولف لأبوه شوفت متانة العلاقة عن أحلامه قام من النوم يبقى ترى أنا شفت حلم متى قال لك ولدك أنه شاف حلم ولا عنده هدف ولا عنده طموح ولا أحد مؤذيه في المدرسة ولا أحد مضيق صدره في السوشال ميديا ولا أحد متى؟ إذا كان من زمان فراجع هل ما زال قلبك ينبض تجاه ابنك أو لا تجاه هذه العلاقة أو لا العلاقة الثانية الجميلة كانت بين إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام أيضا على مستوى الرؤى بس المرة هذه من الأب إلى إلى ابني هذه العلاقات مبنية على أدنى مراحل التواصل أن الواحد سأقول لك عني عن اللي في خاطره لا حواجز لا فلاتر لا خوف لا ترقب لا فلترة يمكن يحسبها علي يمكن أقول لي يا بعدين هي علاقة مريحة جدا مبنية على الفضفضة في المشاكل والمشاركة في الطموح أعمق من ذلك هي العلاقة بالمشاعر والتفاعل المشاعر والتفاعل أيا كانت مشاعرك أنا سأتفاعل معها يجي الولد يصيح إحنا عندنا الكبار ولو عمم عندنا إشكال في مسألة التعامل مع المشاعر عندنا حرب في الشعور هذا الولد يجي يقول يعورني يقول لا ما يعورك يعورني لا ما يعورك ليش لأن أخوك ما عوره يوم إحنا ودناه وسوى الإبرة ما عوره ليش يعورك طيب يعورني لا ما يعورك طيب آمننا بالله يعورك أحسن إحنا قيلين لك واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا النوع من من تهميش من تهميش المشاعر لا يصنع علاقة لا يصنع علاقة أبدا يبدأ الطفل ينشى عنده فكرة أن البوح بمشاعره منقصة تجد ذلك الطفل الذي إذا دخل حديقة يلعب ويركض ويبدي مشاعره وإحنا نقول له لا تفشلنا كنكم ما قد شفتوا شي لا تسوي نفسك اركض لأن لأن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر